من مادة تلفزياء من الصف الحادي عشر كما درسنا في الحلقة الماضية عن التسارع مع الأستاذ عبد المقيد الإسماعيلي اليوم بإذن الله سنكمل أيضا دروس المعادلات الخطية طبعا نتذكر نتذكر في الحلقة الماضية بأننا درسنا المعادلات الخطية ومن ضمنها التسارع ودرسنا التسارع أيضا عزيزي الطالب بقسميه التسارع الإيقابي والتسارع السلبي أو التسارع التباطئ والتسارع التزايد اليوم بإذن الله سوف نكمل الحلقة التالية أو إن شاء الله سوف نكمل هذه الحلقة اليوم ستكون بإذن الله عن معادلات الحركة الخطية طبعا عزيزي الطالب أتوقع منك بعد الانتهاء من هذا الدرس بإذن الله تعالى أن تكون قادرا على تطبيق معادلات الحركة الخطية في وصف الحركة في بعد واحد ولهذا عزيزي الطالب أتمنى أن تكون أدواتك أمامك في هذا الوقت إذن المعادلات كما نلاحظ الآن في الشاشة ثلاث معادلات مختلفة المعادلة الأولى المعادلة الثانية قد يتساءل طالب من الطلاب ويقول أستاذي ما هي هذه المعادلات أو ما هذه الرموز وما ترمز له هنا مثال بسيط سوف نحاول أن نقيب عليه من أجل تعلم معنا الرموز فأرقو منك عزيزي الطالب التركيز أولا حرف الأي وهي اختصار لكلمة أكسلريتر من اللغة الإنجليزية وأخذنا أول حرف من حروف كلمة أكسلريتر وترمز أحسنت عزيزي الطالب وهي للتسارع ووحدتها المتر على الثانية تربيع أما دلتاتي فهي التغير في الزمن وترمز لها بوحدة الثانية أما الفي فاينل فهي أيضا تم تحديدها من كلمة فاينل فيليو سيتي أي أول حروف من كلمة فاينل وفيلو سيتي أي السرعة النهائية وترمز لها بوحدة متر على الثانية أما الفي اي أحسنت عزيزي الطالب فهي أيضا سرعة ولكن هنا هي عبارة عن السرعة الابتدائية وقد قلبت من كلمة اي السرعة الابتدائية ونرمز لها أيضا بوحدة المتر على الثانية أما دلتاتي فهي عبارة عن التغير في المسافة طبعا دلتاتي أحيانا عزيزي الطالب هنا نقصد بها التغير في المسافة وأحيانا أخرى هي المسافة نفسها فإذا نحن تحرك أو تحرك الشخص من موقع الأول إلى الموقع الثاني وكانت الموقع الأول عبارة عن صفر فإن أي موقع سيكون فيه هي دلتا دي أو دي نفسها فتكون المسافة بحد ذاتها ونرمز لها أو وحدتها هي المتر أيضا هل قد يتساءل طالب من الطلاب هل هذه المعادلات نستخدمها دائما وهل هي هذه فقط المعادلات التي نحن في صدد دراستها اليوم بعض قزء من السؤال نعم هي هذه المعادلات التي يجب أن تهتم بها وسوف نقوم باستخدامها في تطبيقات مختلفة ومن ضمنها تطبيقات الحياة اليومية كما سنرى في بعض التمارين القادمة ولكن على سبيل المثال المعادلة الأولى لو تطرقنا لها هي عبارة عن متى تستخدم تستخدم لحساب السرعة النهائية هذه في حالة إذا كان الزمن معلوم أي أن الزمن معلوم والتسارع معلوم فإننا يمكن أن نستنتج أن نستنتج السرعة النهائية أما المعادلة الثانية فتستخدم هنا في حساب التغير في المسافة ولكن بشرط وقود الزمن ووقود التسارع في حد ذاته أما المعادلة الثالثة فهنا لا يلزم وقود الزمن فمثل ما سنرى في المعادلة هي عبارة عن VF تربيع يساوي VI تربيع زائد 2A في دلتا D فعزيزي الطالب إذا ما قدمت لك مسألة ولا تحتوي على الزمن فإنك سوف تستخدم المعادلة الثالثة سنرى هذه المعادلات إن شاء الله على قليل تبسيط المعادلات قال يتساءل أيضا طالب آخر أستاذي هل هذه المعادلات هي دائما المعادلات التي نستخدمها أم يمكن أن نبسطها على حسب سياق الكلام أو سياق السؤال نعم يمكن تبسيطها ولكن بشرط أن ننتبه إلى حاجتين الحاجة الأولى أو الشيء الأول إذا بدأ القسم من السكون أي أن سيارة كانت واقفة ثم بدأت بالحركة متقهة إلى اتقاه قد يكون مستقيم أو أي اتقاه كان ولكن كانت متوقفة أو مثل ما نشاهد الآن هذا الشخص الآن في حالة السكون مقرد ما أنه سيبدأ الشخص بالحركة فسوف تكون له معادلات خاصة سنرى المعادلات كالآتي المعادلة الأولى طبعا عندنا الفي أف يساوي في آي زائد بما أن الشخص الآن في هذه الحالة هو في حركة أو في حالة سكون أي أن الفي آي تساوي صفر ونحن عرفنا أن الفي آي هي عبارة عن السرعة السرعة الإبتدائية أي أن المعادلة راح تكون في أف يساوي في تي أحسنتم لماذا؟ لأن الفي آي ستقول إلى الصفر وبالتالي لا حاجة لكتابتها أما المعادلة الثانية أيضا فإن المقدار في آي مثل ما راح ننشوف هنا سيقول إلى الصفر أيضا فسوف نلاحظ بأن المعادلة يمكن تحويرها إلى دلتا دي وتساوي نصف الأي في التي تربية الآن عزيزي الطالب ننتقل إلى المعادلة الثالثة طبعا المعادلة الثالثة أيضا تحتوي على السرعة الإبتدائية كما نلاحظه هنا في آي تربية أي أننا يمكن أن نستثنيها أيضا لتصبح المعادلة VF تربيع وتساوي 2A في دلتا دي أحسنتم هذه فئة الحالة الأولى لننتقل إلى الحالة الثانية في الحالة الثانية نلاحظ بأن الشخص كان في حالة حركة ثم بعد فترة من الزمن توقف عن الحركة أي أنه أصبحت سرعته النهائية هي التي تساوي صفر أي أن VF هنا تساوي صفر بما أن VF ساوت الصفر إذن سوف نعالج فقط VF هي كصفر ولا يحتاج في هذه الحالة كتابتها ولكن بما أنها أتت هي المطلوبة في المعادلات سنقوم بكتابتها كصفر يساوي مثلاً في المعادلة الأولى في المعادلة الأولى نلاحظ أن الصفر يساوي VI زائد A في T أي أن VI يساوي A في T إذن هذه هي المعادلة الأولى أما المعادلة الثانية هل يمكن تغييرها طبعاً لا لا يمكن أن نستخدم VF يساوي صفر وذلك لأن المعادلة الثانية لا تحتوي على VF وبالتالي المعادلة كما هي في حالة أن القسم توقف عن الحركة أما في المعادلة الثالثة في حالة أن القسم قد توقف عن الحركة فنلاحظ بأن أيضاً صفر يساوي أي أن VF هي الصفر V initial تربيع زائد 2A في دلتا D بمعنى آخر أنقل VI في طرف وأقعد الباقي وهي التسارع أو التسارع هو اللي نحن راح نهتم في إن شاء الله في هذه الحلقة فنقعد VI في طرف ليكون الناتج سالب 2A في دلتا D أيضاً هنا كانت كلمة سالب غفلنا عنها في المعادلة الأولى طبعاً السالب عزاء الطلاب هنا لا يقصد به كقيمة إنما يقصد به الاتقاه المعاكس أي إن اتقاه التسارع يكون عكس اتقاه السرعة ولهذا نحتاج هذه القوانين أن تكتب صحيحة لحل المشكلات القادمة إن شاء الله الآن عزيز الطالب سوف ننتقل إلى التدريبات طبعاً سوف نأخذ عدة تدريبات وهذه التدريبات تحتاج منك عزيز الطالب أن تراعي استراتيجيات معينة فتابع معي كل استراتيجية وهذه الاستراتيجيات لا تأتي عبطاً أو تأتي صدفة إنما تأتي بناء على مقتضاء السؤال فما الذي يتطلبه السؤال لحله من هنا نأتي باستراتيجية معينة لحل المسائل على سبيل المثال التدريب رقم واحد في البداية كما يقال قراءة السؤال هو نصف الإجابة سيارة تتحرك متسارعة بانتظام نحاول أن نعمل بعض الخطوط المهمة أو الأشياء المهمة فنعرف بأن الآن تكلم عن سيارة متسارعة بانتظام أي أن لها تسارع وبالتالي رح نقول بأنها نعمل لها ولكن لم يعطينا كقيمة من السكون إذن هنا كلمة من السكون كما تحدثنا عنها في الحلقة الماضية مهمة جدا بحيث أن الجسم يعامل معاملة المعادلات التي رأيناها قبل قليل أي أن VI يساوي الصفر مثل ما شفنا قبل قليل في حالة بدأ من السكون فبالتالي رح نتعامل فقط مع هذه المعادلات التي ذكرناها قبل قليل طبعا أما في حالة أما في حالة لو كان القسم انتهى أو توقف وبالتالي رح تكون استراتيجية للسؤال أو حل السؤال بطريقة مختلفة الآن عرفنا بأننا سوف نستخدم القوانين المختصة بالقسم الذي بدأ من السكون فأصبحت سرعته إذن له سرعة هذه السرعة هي السرعة النهائية من كلمة أصبحت أي أنها انتهت حالة القسم بسرعة مقدارها ثلاثين متر على الثانية بعد مرور زمن ومقداره واحد دقيقة على بد الحركة احسب الآن أنصحك عزيز الطالب بما أنك بدأت في حل المسألة بهذه الطريقة فقط عملنا بعض الإشارات للأشياء المهمة ولكن أيضا من أجل تحقيق أعلى درجة ومن أجل حلك المنظم فإن ينصحك عزيز الطالب بالآتي أن تعمل أن تعمل هنا استراتيجية معينة في حل السؤال استراتيجية هي أن تكتب أن تكتب المعطيات تقوم بكتابة المعطيات في هذه كمان نلاحظ الآن المعطيات يقصد بها عزيز الطالب أن تقوم بترقمة السؤال حرفيا إلى رموز من أجل تسهيل العملية فلا يحتاج في كل مرة تنتقل إلى السؤال وتبحث عن المقدار لا تقوم هنا بسهولة بترقمة السؤال إلى المعطيات ومنذ أن نحن بما أننا عملنا بعض الإشارات إليها فراح يكون عندنا سهل أخذ المعطيات المعطى الأول ما وقدناه هو عبارة عن LVI يساوي صفر المعطى الثاني وهو VF يساوي 30 متر على الثانية أما المعطى الثالث وهو الزمن ويساوي واحد دقيقة طبعا أيضا تحت المعطيات عزيز الطالب يجب أن تقوم بتحويل جميع المعطيات أو جميع الوحدات الغير أساسية وكما عرفنا عن الوحدات الأساسية في الحلقات الماضية فهي الوحدات التي يجب أن تستخدم في مادة الفيزياء من ضمنها المتر مثلا الثواء الثانية المتر على الثانية وخلاف ذلك بما أن أعطاني الآن مثل هذا المثال الزمن بواحد دقيقة إذن يجب أن نقوم بتحويل إلى الثانية إلى الثانية فنقوم بضربه في ستين ثانية طبعا على واحد دقيقة لماذا؟ لأن واحد دقيقة تساوي ستين ثانية وبالتالي الإيقابة ستكون ستين رح تكون ستين الثانية إذن هنا وقدنا الزمن الذي تتحرك به السيارة أو وقدنا المعطي جميع المعطيات الآن نكتب أو نوقد المطلوب منا حله طيب ما هو المطلوب؟ المطلوب هو السؤال الذي تم إعطاؤنا وهو رقم واحد رقم واحد أعطاني المطلوب هنا كما نلاحظ معدل التغير في سرعة السيارة طبعا كلمة معدل مثل ما درفناها في الحلقة الماضية لا يقصد فيها السرعة إنما يقصد فيها السرعة مقسومة على الزمن أي إن هنا يقصد أو هو كأنما يسألك عن التسارع فكلمة معدل التغير في شيء ما يقصد به مقسوم على الزمن فنقول بأن المطلوب الأول وهو الآي ثم نوقد الحل عادة عزيزي الطالب ماذا تعمل عندما تطلب الحل أو عندما تأتي إلى وقع الحل أحسنت عزيزي الطالب هنا نقوم بالبحث عن القانون أو القانون المناسب لحل هذه الممثلة طبعا وأنصحك عزيزي الطالب في مثل هذه الأسئلة أن تقوم بالآتي أن تضع أمام أو نصب عينك القانون القوانين التي تحدد طبعا يقول للطالب من وين استاذ نجيب هذه القوانين القوانين تجدها عادة آخر الاختبار أو في آخر صفحة من أوراق الاختبار يمكنك نزعها من الورقة وتجعلها أمامك لتسهيل العملية أيضا المفترض أن يقوم الطالب بحفظ القوانين المهمة وكتابتها ولتذكرها في الاختبار فالآن مثل ما نعمل هنا وضعت القوانين الثلاثة الأول والثاني والثالث مثل ما نشوف أمامكم في الشاشة سوف نقوم باختيار الحل المناسب أو القانون المناسب كيف نشوف القانون المناسب الموجود هنا طبعا أعطينا السرعة وأعطينا الثاني السرعة الابتدائية والسرعة النهائية والزمن فأيهما أسهل لي عشان أوقد الآي هنا لو رحت للقانون رقم ثنين لو وقت أنه يحتاج إلى المسافة و هي لم تعطى في السؤال لو ذهبت الرقم ثلاثة لو وقت أنه أيضا أعطاني المسافة في القانون وهنا لم يعطى القانون في السؤال وبالتالي سوف أعود للقانون رقم واحد وهو أسهل القوانين فأكتب القانون في البداية ذي أف يساوي ذي آي زائد الأ في الت طبعا عادة مثل ما تعود تعديد عزيز الطالب أن تقوم بتحويل المقاهيل في طرف والمعلومات في طرف ومن ضمنها الآن حاليا نحن جميع المقادير معلومة باستثناء الأ فنقول بأن وطبعا مثل ما عرفنا بأن السيارة أيضا هي متحركة من السكون وبالتالي الفي آي أيضا لا يلزم أيضا كتابتها مثل ما شفنا في القانون الأول وبالتالي القانون يقول الفي أف يساوي أ في الت وبالتالي هنا الأ تساوي في أف على الزمن أو السرعة النهائية مقسومة على الزمن اللي اللي هو رح يساوينا ثلاثين على ستين إذن الناتق رح يكون نصف متر على الثانية التربية إذن في هذه المرحلة أوقدنا المطلوب الأول ننتقل إلى المطلوب الثاني في في السؤال الثاني هنا عزيز الطالب لا يحتاج منك أن تقوم لا حاجة للقيام بكتابة المعطيات مرة أخرى وخسارة مزيد من الوقت في حل السؤال لا أنت خلاص حصلت المعطيات أو كتبت المعطيات في البداية وأوقت معطى آخر اللي هو التسارع مثل ما نشوف هنا إذن مباشرة سوف تقوم بالبحث أو تكتب كلمة الحل مباشرة للسؤال رقم اثنين وتقوم بالبحث عن القانون المناسب الآن السؤال يقول المسافة التي قطعتها السيارة خلال هذه الفترة الزمنية أي أنه أنه يحتاج إلى المسافة أحسنتم المسافة توجد في القانون فقط رقم اثنين ورقم ثلاثة و أيهما أسهل لك استخدم القانون و من وجهة نظري سوف أستخدم القانون رقم اثنين لماذا لأنه يحتوي أو لأنه يطلب مباشرة أو هو أساس يطلب المسافة فنكتب القانون كما هو ولكن تذكر بأننا نحن نتكلم عن قسم تحركة من الحركة من السكون وبالتالي سوف يكون القانون دلتا رح يكون القانون دلتا دي يساوي نصف الأ في الت تربيع فقط أحسنتم لماذا لأن المقدار في آي تي يساوي صفر فلا حاجة لكتابته إذن المقدار هو عبارة عن نصف ضرب الأ والأ هي عبارة عن أو الأ تساوي نصف مثل ما أوقدناها قبل قليل فهي معطى قديد تكون مضروبة في الزمن والزمن مثل ما كتبناه في المعطيات وتم تحويله إلى الثانية بارة عن ستين إذن يمكنك عزيز الطالب الآن إيقاد طبعا ستين تربيع عسف ستين تربيع هنا فبالتالي يمكنك الآن عزيز الطالب إيقاد الناتج بسهولة ننتقل الآن عزيز الطالب إلى نوع آخر من الأسئلة و أيضا مثل ما تكلمنا سابقا بأن لكل سؤال استراتيجية معينة في حلها الآن نتكلم عن الأسئلة الاختيارية قد تأتي بعض الأسئلة الاختيارية التي لا تحتاج إلى حل منك أو لا تحتاج إلى قهد في كتابه أو إيقاد المعادلات ولكن بعض الأسئلة لا تحتاج مثل ما رحنا نشوف في هذا السؤال نحتاج منك الإيقابة وهو عبارة عن سؤال ولكن يطلبه في اختيارات في مثل هذه الأسئلة عزيز الطالب لا أنصحك بالنظر إلى الاختيارات لأن الاختيارات تتطلب حل للسؤال فما العمل هنا سنرى ذلك أولا قراءة السؤال مهمة جدا وتأشير على الأشياء المهمة في السؤال فمثلا نقول اختر لقابة صحيحة من بين البدائل المعطاه استيقظ أرنب فقع من نومه ليرى أن السلحفاء التي كان يسابقها والتي تتحرك بسرعة ثابتة إذن هنا تكلم عن سرعة ثابتة لمن للسلحفاء إذن أصبحت السلحفاء الآن لديها سرعة ثابتة لديها سرعة ثابتة فقط ولا يوجد لديها أحسنتم لا يوجد لديها تسارع بسبب أن السرعة ثابتة ولكن السلحفاء الآن أصبحت على مسافة واحد متر من خط النهاية بينما الأرنب النائم لا زال على مسافة مئة متر منه إذن يسألني الآن هو عن التسارع بوحدة المتر للثانية الذي يجب على الأرنب على الأرنب أن يقوم به من أجل أن يلحق بالسلحفة طبعا قد يكون السؤال هو اختياره ويظن الطالب بأنه السؤال سريع الحل ولكن في مثل هذه الأسئلة لها استراتيجيات سوف نرى كما نرى في تدريب رقم ثلاثة بما أن هنا قسمين متحركين وليس قسم واحد فيجب أن نتعامل مع قزئيتين في السؤال القزئية الأولى سوف نتعامل مع السلحفة القزئية الثانية مع الأرنب طيب ما الذي نتعامل معه؟ سوف نتعامل مع كل قزئية بما لها من قوانين فقانون السلحفة تختلف عن قانون الأرنب لماذا؟ لأن السلحفة لا يوجد لديها تسارع إنما يوجد لديها فقط سرعة ثابتة فأي القوانين التي يجب أن نستخدمها؟ أحسنتم أعزاء الطلاب اللي هو قانون العام اللي هو يقول الفي يساوي دي على الزمن أي أننا لا نحتاج إلى تسارع لأنها في حركة ثابتة كما نلاحظها هنا سرعتها ثابتة وهي 0.1 أما الأرنب فيجب أن نستخدم معادلات التي درسناها اليوم وهي كالآتي وهي كالآتي طبعا قبل أن نبدأ بالحل للأرنب ما الذي يفيدنا من السؤال أو ماذا نفهم من السؤال سنعيد ما الذي نفهم منه من السؤال لكي نستنتق القانون المناسب للأرنب المسافة التي متبقية للسلحفاه لقطعها هي فقط 1 متر أما الأرنب فالأرنب يحتاج 100 متر لقطع المسافة لكن السلحفاه لا زالت في حركة مستمرة بدون تسارع إذن لكي يلحق الأرنب بالسلحفاه ولا تتغلب عليه في السباق فيجب عليه أن يقطع يقطع هذه المسافة أو يقطع المائة متر في زمن أقل من السلحفاه مثل ما رايحين نحسبها بعد قليل من عند السلحفاه فالسلحفاه هنا 1 متر فقط بتبقي لديها إذن نوقد من مكان السلحفاه الزمن أي همنا الزمن أي ما الزمن اللازم للسلحفاه حتى تصل للنهاية عشان نعطيه لمن عشان نعطيه للأرنب لكي يستخدمه الأرنب في المائة متر واضح أعزائي الطلاب إذن سنقول بأن الزمن السلحفاه اللازم قطعه من أقل التسارع هنا هو الت يساوي الد على الفي إذن طبعا الد والفي هي معلومات لدى السلحفاه طبعا هذه السرعة وهذه المسافة فنقول بأن 1 على صفر فاصل واحد راح يساوينا أحسنتم عشر ثواني إذن هنا نستندق بأن للسلحفاه مدة زمنية تحتاجها للوصول إلى خط النهاية وهي عشر ثواني إذن يجب على الأرنب أن يستغل هذه العشر ثواني للوصول إلى خط النهاية إذن هنا نستخدم الت من السلحفاه لمن؟ للأرنب ولكن الأرنب بما أنه بدأ من السكون إذن وقدت لديه تسارع ونستخدم التسارع أي قوانين سوف نستخدم القوانين التي بدأ فيها الحركة من السكون أحسنتم إذن أي القوانين التي تراها مناسبة عزيز الطالب هنا؟ طبعا لا أنصحك باستخدام القانون الأول أو الثالث لماذا؟ لأنني لأن بهذه الطريقة لو استخدمت القانون الأول والقانون الثالث فأنت تحتاج إلى السرعة النهائية والسرعة النهائية غير معطاة في السؤال وبالتالي أي هما أنسب؟ سوف نستخدم القانون الثاني وهو دلتا دي أو المسافة تساوي طبعا بما أن قلنا أنه بدأ من السكون لا حاجة كتابة الفي آي تي وبالتالي تساوي النصف الأي في التي تربية معنى آخر جميع الأشياء الآن معطاة والمفقود الوحيد لدينا هو الزمن فنقع التسارع فنقع للتسارع في مكان والمعلومات في مكان آخر وبالتالي الـ A راح تساوي مباشرة دلتا دي على نصف التي تربية أي تساوينا دلتا دي طبعا من هذه المرة للأرنب وليست للسلحفة وهي عبارة عن مئة متر مقسومة على نصف ضرب عشرة أحسن تربيع ستقل عزيزي الطالب بعد الانتهاء أو بعد حل هذه المسؤولة بالآلة الحاسبة أن الناتق هو اثنين وبالتالي ننتقل مباشرة أو نشاهد نستنتق بأن الإيجابة رقم ألف هي الإيجابة الصحيحة عزيزي الطالب الآن أطلب منك الانتباه في السؤال الثالث أو التدريب رقم ثلاثة أيضا التدريب رقم ثلاثة يحتاج إلى استراتيجية معينة في الحل وهي أنك تتعامل هنا أيضا مع حالتين أو تتعامل مع متحركين ليس متحرك واحد مثل ما شفنا في التدريب رقم اثنين ما هم هذا المتحركان في اللحظة التي تقلع عندها سيارة إذن عندنا أولا سيارة من حالة السكون مثل ما قلنا أن الـ تساوي صفر أحسنتم بمعدل سرعة 1.4 متر على الثانية كلمة معدل السرعة على أساس أن ما نضيع الوقت في فهم المفاهيم مباشرة تكلمنا عن بمعدل السرعة أينه يقصد بها A وتساوي 1.4 متر على الثانية قد يتساءل طالب ويقول أستاذ كتبت هنا 1.4 متر على الثانية ولم يكتب متر على الثانية تربية نعم ولكن كلمة معدل هي المقسوم وهي وهي المعوضة للمتر على الثانية تربية المتحرك الثاني إذن نحن تكلمنا عن السيارة المتحرك الثاني تتقاوزها حافلة تتحرك بسرعة ثابتة إذن هنا نستندق بأن كانت عندنا سيارة وعندنا حافلة طبعا السيارة كانت واقفة فكانت عندها VI 0 بينما الحافلة يوجد لديها سرعة ولكن سرعتها ثابتة وهي 12 متر الآن ما الذي يجب أن أعمله عزيز الطالب مثل ما رأينا في استراتيجيا السابقة أحسنتم سوف نقوم بالآتي سوف نعامل السيارة بحد ذاتها أو وحدها في معادلة والحافلة في معادلة أخرى فنقول أولا السيارة نحاول أن نستنتق القوانين المناسبة للسيارة أيضا مثل ما خبرتك عزيز الطالب ما تشوف معاي في الشاشة بأن القوانين مهمة جدا من أجل تسهيل عملية حل المسال فنلاحظ أن المعادلات التي يمكن استخدامها للسيارة على حسب فهمك أنت في السؤال أولا أرجع للسؤال السيارة بدأت بالحركة أما الحافلة متحركة بمعنى أن السيارة كانت قادمة من مكان الحافلة كانت قادمة من الخلف والسيارة واقفة بدأت السيارة بالحركة ولكن حركة السيارة أكيد ما راح تكون سرعتها بنفس سرعة الحافلة فالحافلة أكيدا سوف تسبقها بمشوار أو بمسافة معينة ثم بعد ذلك السيارة تبدأ بحركة هذه الحركة التي تبدأ بها السيارة الآن سوف تحتاج إلى مزيد من الوقت حتى تلحق بالسيارة في المسافة الآن سوف نعالج أولا أمر السيارة فنقول بأن السيارة بدأت بالحركة نستخدم طبعا المعادلة الثانية لماذا؟ لأن نحن الهدف من عندنا في السؤال مثل ما نشوف رقم واحد كم من الزمن سيقضي قبل أن تدرك السيارة الحافلة هنا لا يمكن أن تعرف بأن السيارة تلحق بالحافلة إلا في حالة واحدة المسافة أما الزمن فأنت ما يعني ما ممكن أنك تعرف بأي طريقة أخرى فقط يمكن أنك تعرف بأن السيارة سوف تلحق الحافلة في المسافة فنقول بأن مسافة السيارة تساوي بما أنها قلنا بأنها بدأت من السكون إذن معادلة مالها سهلة نصف التربية الآن نجعل هذه المعادلة طبعا أي شيء ممكن أنك تستخدمها استخدمها ما بغيت تستخدمهم الآن وبغيت تستخدمهم بعدين مثل إيش يعني استاذي أنا الآن الزمن مطلوب فلا يمكن أني أستخدمه والمسافة هي المسافة المشتركة طيب ما الذي يمكن أن أعمله سوف أقول بأن هذه هي معادلة رقم واحد وأتركها جنبا أنتقل إلى الحافلة الحرف الحا أيضا سوف نقوم بمعالقة مسألة الحافلة بحد ذاتها الحافلة نستخدم لها أي قانون عزيز الطالب أحسنت لا يمكن استنتاج أي من القوانين لا من المعادلة الأولى ولا من الثانية ولا من الثالثة إنما سوف نستخدم فقط المعادلة العامة وهي V يساوي D على T لماذا مرة ثانية لأنها لا تحتوي على عقلة أو أنها لا تملك عقلة وبالتالي معادلتها هي V تساوي D على T ونحن نتطلب هنا نتطلب المسافة وهي D ستساوينا V في T أيضا عزيز الطالب عمل لهذه المعادلة رقم اثنين أو هذه نسميها المعادلة رقم اثنين الآن مثل ما تكلمنا عنهم بأن متى ستدرك السيارة أو ما هو الزمن الذي سيقضي قبل أن تدرك السيارة أي متى تدرك السيارة الحافلة سوف تدرك السيارة الحافلة عندما تتساوي عندنا الـ D من المعادلة الأولى مع الـ D المعادلة الثانية أي أنها نكتبها في الأسفل نستنتج أنه من واحد في اثنين نجد أنه أنه عند D يساوي D أي نقول حتى نكتب عندهم تحت هنا D سيارة وهنا D الحافلة فنجد بأنها فنجد بأن المعادلة الأولى راح تساوينا المعادلة الثانية أي نصف الـ A T تربيع يساوي أحسنتم V في الت الآن بقى عندنا معادلة معادلة وحدة طبعا المعادلة هذه المجهول الوحيد فيها هو فقط الزمن بينما جميع الأشياء الثانية معلومة طبعا لا تنسى بأن V هذه لمن للحافلة و A هذه للسيارة طبعا نحن تكلمنا قبل بأن السيارة يوجد لديها تسارع بينما الحافلة لا يوجد لها تسارع الآن يمكن أنك تعمل شطب للزمن مع التربيع أو يمكن أنك تخلي الزمن في مكان أو في طرف وبقية المعلومات في طرف آخر فتقول بأن ممكن بطريقة أخرى يعني النصف A في T تربيع يساوي V في T إذن نخلي T مع بعض بما أن هاتي قائد بعد ليساوي يمكن نقلها في الأسفل أو في المقام راح يساوينا وننقل البقية أيضا في مكان فالV لم نحركها من مكانها إنما حركنا النصف الأي حيحركنا النصف الأي هنا مثل ما نشوف حركنا في الأسفل فأصبحت المعادلة T تربيع على T يساوي V على نصف في A والنهاية سيكون T تساوي V على نصف طبعا ضرب في A الآن تعويض مباشر عزيزي الطالب نقول بأن V تساوي من السؤال وهي عبارة عن أو سرعة الحافلة 12 على نصف مضروبة في تسارع السيارة اللي هو 1.4 فهنا عزيزي الطالب أمامك المسألة يمكنك تقوم بحساب الزمن اللازم إيقاده إذن سنجد أنها تساوي 33.6 ثواني هذا بالنسبة هذا بالنسبة لمن للسؤال الأول الزمن المستغرق قد يقول الطالب يعني ما شاء الله كثير من الحل تطلب لإيقاد فقط الزمن نعم السؤال الأول تطلب كثير لأننا نحن نتكلم عن قزئتين ولا نتكلم عن قزئية واحدة ولكن لو نلاحظ الآن سوف فقط نتذكر بأن الزمن الذي سوف تلحق فيه السيارة بالحافلة هو عبارة عن 33.6 فالآن لو لوقعنا لحل السؤال الثاني سنجده سهل جدا لأنك أنت الآن جميع المعطيات لديك ولا يتطلب منك الحل من قديد فمثل هذه المسائل عزيز الطالب أرجو منك الانتباه لها الآن سوف نقوم بحل المسألة رقم ثلاث فمثل هذه المسائل عزيز الطالب لو تلاحظ بأن السؤال الأول مطلوب للسؤال الثاني فلا يمكن حل السؤال الثاني بدون السؤال الأول هنا سوف نستخدم السؤال سوف نستخدم فقط من السؤال الأول كاملا الزمن الذي لحقت فيه السيارة بالحافلة فنقول ما هي المسافة التي تكون قد قطعتها السيارة لدى إدراكها الحافلة أي كأنه يسأل عن المسافة المقطوعة فيمكنك أن تستخدم أي المعادلتين أما تستخدم للسيارة أو تستخدم أو تستخدمها مع الحافلة فلو استخدمتها مع الحافلة كان الأمر أسهل وأسهل ستكون معك D تساوي راح تساوينا D تساوي الفي في التي مباشرة وهي عبارة عن الفي طبعا للحافلة أنا الآن ما أريد استخدم المعادلات اللي فوق لماذا؟ لأننا نتكلم عن الحافلة والتي لا يوجد لدائها عقلة فنقول الفي للحافلة 12 مضروبة في الزمن وهو زمن القديد 33.6 ثواني يمكنك إيقاد عزيز الطالب ويكون تقريبا 790 متر ننتقل عزيز الطالب إلى آخر سؤال وهو تدريب رقم 4 طبعا اليوم أخذنا الكثير من الأسئلة وهذا طبيعي لأننا نتكلم عن معادلات الخطية والمعادلات الخطية هي الشيء يلمس الواقع الحياة بشكل عام فتعود عليها عزيز الطالب أنك تقوم بحل المسائل بشكل دوري ومستمر إذن ننتقل إلى آخر تدريب إن شاء الله اليوم معنا فيها الحلقة وهو تدريب رقم 4 تدريب رقم 4 مباشر أيضا ولكن بطريقة عكسية مثل ما تكلمنا أن بدأ القسم من السكون سنتكلم عن ماذا لو توقف القسم عن الحركة تحط طائرة النفاثة على مدرج المطار بسرعة إذن هنا السرعة هذه هي السرعة الابتدائية عادة كنا نتكلم بأن السرعة صفر أو السرعة الابتدائية صفر لا نقول الآن أن السرعة الابتدائية 100 طيب بما أن هو يتكلم عنها تحط الطائرة سوف تتوقف بمعنى أن السرعة النهائية أحسنتم تساوي صفر ثم تتابع بالتسارع راح يكون تسارعها هذه المرة اللي هو السالب خمسة متر إلى الثانية السالب مثل ما تكلمنا عنه في حلقات السابقة واليوم بأنه عبارة عن عكس اتقاه الحركة هل تستطيع الهبوط بأمان في مطار يبلغ طول مدرجه فقط 0.8 كيلو متر أي أقل من 1 كيلو متر لحل مثل هذا السؤال يجب أن نبره الرياضين أي نحل المسألة الآن سنقول سوف نختار المعادلة المناسبة طبعا المعادلة المناسبة التي سوف نستخدمها هنا هي المعادلة رقم 2 لماذا؟ لأنها يتطلب من المسافة وأيضا لا توجد وتوجد لدينا أيضا سرعة ابتدائية ولكن لا يوجد لدينا لا يوجد لدينا الزمن فبالتالي أي المعادلات سوف نستخدمها هي متطلبة قد تكون مطلوبة فيها لكن بما أن الزمن غير موجود في المعادلة إذا ننتقل مباشرة إلى المعادلة الثالثة لماذا ننتقل إلى المعادلة الثالثة وبدأنا من المعادلة الأولى عادة نبدأ بالمعادلة الثانية لماذا؟ لأنه هنا السؤال برمته أو كامل السؤال يريد منه المسافة والمسافة نحن أسهل لنا في المعادلة لقم ثانية لكن الإعاقة التي واجهناها بأنه لا يوجد لدينا وقت وبالتالي بما أنه لا يوجد لدينا وقت ننتقل إلى المسألة الثالثة المسألة الثالثة كما قلنا عنها في بداية الحلقة بأن القسم توقف عن الحركة فبالتالي بما أن توقف القسم عن الحركة إذن تكون المعادلة كالآتي الصفر تساوي VI تربيع زائد 2A دلتا D بمعنى آخر بأن VI تربيع سيساوينا سالب 2A في دلتا D كما شاهدنا في الشرائح السابقة بأن القسم سوف يتوقف الآن سوف نلاحظ بأن أو سوف نقوم بتعويض المباشر فنقول بأن فسنقول بأن والله V final أو V أو آسفين سوف نقوم بتحوير المعادلة وجعل جميع المعلومات في طرف و جميع المجهولات في طرف فنقول بأن دلتا D أي هي المطلوب هنا تساوي VI تربيع على سالب 2 في A تذكر عزيز الطالب أن السالب تنقل كما هي أيضا أيضا سوف ساوينا المقدار VI تربيع وهو 100 متر طبعا تربيع على سالب 2 ضرب طبعا التسارع وهو سالب 5 سيكون الناتج كالآتي 100 مربعة أي 10 ألاف مقسومة على سالب في سالب 2 على 10 وبالتالي صفر مع الصفر سيذهب سيبقى معنا الناتج 1000 متر إذن هنا عزيز الطالب من خلال هذه المسألة هل بعد ما حلينا أو قدنا المسافة التي ستتوقف الطائرة عندها عند استخدام سالب 5 متر على الثانية تربيع تسارع هل ستتوقف عند صفر فاصل ثمانية لا 1000 متر أي سيساوي 1 كيلو متر وطول المدرج فقط 800 أو طول المدرج هو أقل من المسافة اللازمة لتوقف الطائرة الذي هو 0 فاصل ثمانية كيلو متر هذا طبعا من طول المدرج إذن هنا نقول في النهاية لا يمكن للطائرة بالنزول في المدرج وآخيرا عزائي الطلاب أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من حلقة اليوم وكان معكم الأستاذ محمد الوادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة